السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رئيس نادي نابولي بيقول يعني بالمعنى مستحيل اتعاقد مع لعب افريكي الاتحاد الافريكي سمع التصريح او تابع الموقف بيحتاج على رئيس نادي نابولي طيب انا نفسي قبل ما الاتحاد الافريكي يحتاج على تسريحات رئيس نادي نابولي او الكلام اللي قاله يشوف الكلام فيه عب علينا ولا لا يعني يشوف هل الاتحاد الافريكي فيه اخطاء عليه ولا لا قبل ما احتاجه على الراجل اشوف عيوبي يعني لما اجي امشي في الشارع ويجي واحد يقول لي ايه فيه دبانة على وشك ما اقولوش اجري يعني اقام من نفسي اهش يعني ممكن يكون فيه فعلا دبانة على وشك فلما رئيس نابولي يقول انا مش هتعاقد مع لعب افريكي مفروض الاتحاد الافريكي يسأل نفسه هيلائي كلام رئيس نادي نابولي صح تماما وعنده حق تماما وانا لو ما كانوا هقول كده لو ما كانوا هعمل كده او اي رئيس نادي في اوروبا هيعمل كده بالحقل رئيس نادي نابولي ده راجل رئيس نادي في اوروبا اوروبا الاندية بتلعب الدوري موضوع حياة وموت ربح وخسارة أسهم الأندية شركات فيها أرباح فيها خسارة فيها حسابات فيها ميزانيات إحنا الأندية عندنا في الدولة العربية أي معنا الجمهور والمحبين والدولة تدعم وراجل أعمال يدعم يعني مفيش نظام يعني لا ضر فيه نظام فأنا لما أتعاقد مع لاعب أفريكي في الفريق ويجي يغيب عني في بطولة أفريكيا في يناير يناير ده جماعة في بطولات أوروبا هو الخلاصة بتاعت الموسم ويبقى الدور الأول انتهى ويبقى أول يناير فيه تقريبا سبع تمن مباريات سبع تمن مباريات في شهر يناير هي الخلاصة يما هتنافس على المركز الأول ويما هتبعد في السبعة طبعا ما تصدق فمن حق كل الأندية تتدايق فيه لعيبة أفريكية على فكرة بيروح أوروبا ويقولك أنا مش هلعب للمنتخبات عشان الموضوع ده ليفربول لو تفتكروا بطولة أفريكا اللي فاتت دي ليفربول كان مانيه في النهائي مع السنغال وصلاح مع مصر في النهائي وكايتا رجع قابليهم يعني تلات لعيبة كايتا وسط ملعب صلاح الهداف مانيه الهداف ما عندهمش حد ليفربول لعبوا ست سبع مطشات فيه مطش تعدلوا فيه تلاتة تلاتة مع فرقة ضعيفة ما عندهمش تلات لعيبة كل أندية أوروبا بتعاني الراجل رئيس نادي نابولي بيسرخ بالجملة دي بيسرخ بالجملة دي هو بطلع اللي في قلبه يقولك أنا ما نتعاقدش مع اللعيب أفريكي ليه بقى؟ لأن بطولة أوروبا بعد الموسم ما يخلص بطولة أوروبا للمنتخبات بعد ما الموسم بيخلص كس العالم بعد ما الموسم بيخلص يعني اللعب اللي بيتعاقد مع نادي نابولي أو أي نادي في أوروبا هو بيلعب الموسم كله مرتبط احتراف مهنة واحتراف في اللعبة بتقبط بالأسبوع بالأسبوع علشان الأسبوع اللي بعده عمل مشاكل ممكن يفسخوا العقد فأنت النهاردة لما رئيس نادي نابولي يقولي أنا مستحيل أتعاقد مع لعب أفريكي هو ما بيعبش في اللعب الأفريكي لكن هو بيقول الخلاصة بتاعت كلامه إن أنا متعقدش مع لعب أفريكي ويجي في يناير أهم ست سبع متشاط في الموسم ملقهوش حتى لما هيرجع هيرجع خلصان لما يلعب له ست متشاط في بطولة أفريكي في يناير في بلد حرة ورطوبة عالية بيرجع عايز يرجع على المستشفى خلصان فلما رئيس نادي نابولي يقول أنا مش هتعاقد مع لعب أفريكي قبل ما أنا الاتحاد الأفريكي يحتج ومش عارف إيه لا يفكر الراجل ده بيشكل إيه آه عندنا خطأ يناير عندنا خطأ منك تلعب في يناير ليه؟ أولا كمان الدوريات عندنا بتقف يبقى الدور يماشي زي الفول الدور يقف مش كلا يعني هم أوروبا دلوقتي بتعاني عشان أول مرة يتلعب كس العالم في قطر في شهر 11 فأوروبا عملت إيه؟ هتقف في شهر 11 مش هتلعب الأندية عشان لعبتها كلها في المنتخبات دلوقتي هيدغطوا المتشاط المتشاط اللي كانت هتتلعب في الدوريات في شهر 11 اللي فيها كس العالم هيلعبوها في شهر 10 وتسعة عشان يضغطوا المتشاط يعوضوا آآ المتشاط لكن اللعب الأفريقي لما بيروح يلعب في بطولة أفريقيا للأمم آآ الأندية ما بتعوضوش الأندية شغالة بتلعب الأندية بتلعب من غيره ناقص يعني محمد صلاح اتساوى مع صن في الهدفين تساوى تخيله محمد صلاح قاعد شهر هنا ما يلعبش ست سبع متشاط مع ليفربون طب لو محمد صلاح كان بيلعبه من المتشاط دي كان محمد صلاح خد الهدف وفارق كدير يبقى رئيس نادي نابلو بيتكلم على لعب موجود فينا موجود فينا بيتكلم على لعب فعلا أنا لو رئيس نادي هتعاقد مع لعب هيسبني أهم شهر في الموسم ويمشي لأنه كان عنده خليله كلبالي وده الوقت خليله كلبالي راح تشلس كان عنده السنة اللي فاتت وشكله لما راح لعب مع السنغال خليله كلبالي وقاعد يعني الشهر كله لأن السنغال وصلت نهائي أكيد رئيس نادي عانى عانى هو أنا بشتري لعب محترف ليه أفريقي عشان يسد الخانة عندي يجي يسد الخانة ويسبني شهر كامل وأهم شهر في الموسم ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشارك في القناة شكرا